السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من دروس البرمجة في لغة دارت في هذا الدرس سوف نتحدث عن ما يسمى بـ UTF-16 Encoding ما هو المقصود بـ UTF-16 Encoding؟ هو بكل بساطة نظام لتحويل أي حرف أو رمز نكتبه في جهاز الكمبيوتر إلى اللغة التي يفهمها جهاز الكمبيوتر وهي الباناري أو ما يسمى به الأعداد الثنائية قبل أن نشرح عن الـ UTF-16 Encoding لنشرح ما يسمى بـ Character Encoding أو عملية ترميز الحرف أو الرمز أن Character Encoding هي عملية تحويل البيانات النصية إلى أعداد ثنائية يفهمها جهاز الكمبيوتر حيث أن جهاز الكمبيوتر يفهم فقط الأعداد الثنائية 0-1-1-0 إلى آخره نسمى أحياناً الـ Character Encoding بـ Character Set أو Character Map يوجد العديد من الطرق لتحويل الأحرف والرموز التي ندخلها في جهاز الكمبيوتر إلى أعداد ثنائية وأهمها ASCII و Unicode و ISO إلى آخره بالنسبة لـ Unicode إنه يستخدم أرقام هذه الأرقام تسمى بـ Code Point ويتم تحويل أي عند كتابة حرف معين فإنه يعطي هذا الحرف رقم ما كل حرف له رقم ما خاص به يسمى بـ Code Point وهذا الـ Code Point أو الرقم يتم تحويله إلى عدد بنظام الباناري أو اللغة التي يفهمها جهاز الكمبيوتر إن نظام الـ Unicode يستخدم ما يسمى بـ UTF أو Unicode Transformation Format من أجل عملية تحويل الـ Code Point إلى عدد بنظام الباناري ويوجد ثلاث أنواع لهذا التحويل UTF-8, UTF-16 و UTF-32 طبعا في هذا الدرس لن تحدث عن ASCII أو ISO فقط سوف أركز على نظام الـ Unicode وبالتحديد على الـ UTF-16 من يبرمج أو من يطور صفحات مواقع يعرف تماما أن الـ HTML تستخدم النوع UTF-8 وبالنسبة للغة الدارد فإنها تستخدم UTF-16 إن UTF-16 قادر على تحويل رموز وأحرف يصل عددها تقريبا إلى مليون وأكثر وتحويلها إلى لغة يفهمها جهاز الكمبيوتر وهذا أيضا يشمل الأشكال التي تسمى بـ Emoji قبل أن ندرس الـ UTF-16 أحب أن أذكر الطالب بطريقة تحويل العدد من العشر إلى العدد الثنائي أو الباناري أي من decimal إلى binary طبعا في هذا الدرس سوف أتحدث فقط عن مجموعة من الـ bits عددها ثمانية والتي تساوي 1 byte من أجل تحويل أي عدد من النظام العشر إلى النظام الثنائي والذي يبلغ طوله 8 bits يجب أن نتذكر الأعداد التالية جيدا ونحفظها في ذاكرتنا يجب أن نحفظ هذه الأعداد بصم وهي 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 لأنها سوف تساعدنا في عملية التحويل من النظام العشر إلى النظام الثنائي لنفرض أنه لدينا العدد 105 ونريد تحويله من العشر إلى الثنائي عندئذ نستدعي هذه الأعداد الشهيرة ونقوم بالعملية التالية أولا نبحث عن العدد 105 بين هذه الأعداد 105 غير موجود نأخذ العدد الذي أو العدد الأصغر منه مباشرة وهو 64 نخرجه خارج المجموعة الآن نجري عملية الطرح التالية 105-64 فنحصل على 41 نبحث عن العدد 41 بين هذه الأعداد فلا نجده نأخذ العدد الأصغر منه مباشرة وهو 32 نخرجه خارج المجموعة نقوم بعملية الطرح من جديد 41-32 نحصل على 9 نبحث عن 9 بين هذه الأعداد فلا نجده نأخذ العدد الأصغر منه مباشرة وهو 8 ونخرجه خارج المجموعة نعود ونجري عملية الطرح من جديد 9-8 تساوي 1 1 موجود هنا فنخرجه مباشرة ونتوقف عن عملية الطرح الآن قمت بإخراج 64-32-8-1 من أجل تحويل 105 إلى ثنائي أضع مقابل كل عدد من هذه الأعداد التي أخرجتها من المجموعة العدد واحد أضع مقابل 64 العدد واحد مقابل 32 العدد واحد مقابل الثمانية العدد واحد مقابل الواحد العدد واحد وأضع مقابل كل الأعداد التي لم أستخدمها الأعداد صفر هنا أضع صفر وهنا صفر وهنا صفر فإذا 105 الموجود في النظام أو الذي له الشكل في النظام العشر ديسيميل له هذا العدد الموافق له في النظام الثنائي أو البايناري كيف نحول عدد من بايناري إلى ديسيميل لتحويل عدد من بايناري إلى ديسيميل نجري عملية عكسية طبعا نستدعي الأعداد الشهيرة التي يجب أن نحفظها بصما لنفترض أنه يوجد لدينا العدد هذا في النظام البايناري ونريد تحويله إلى ديسيميل من أجل ذلك أضع الأعداد الشهيرة وأقوم بوضع كل عدد شهير مقابله العدد البايناري بالشكل التالي الآن كل الأعداد التي تقابلها واحد من الأعداد الشهيرة هذه أضعها 64 يقابله الصفر لا أضعه 32 يقابله واحد أضعه هنا 8 يقابله واحد 2 يقابله واحد الآن أجمع هذه الأعداد مع بعضها وتجاهل الأعداد التي يقابلها الصفر فأحصل على بعد جمعها على العدد 170 فإذا هذا العدد يقابله 170 في النظام العشر كيف نحول عدد من النظام الهيكسا ديسيميل إلى بايناري؟ من أجل ذلك يجب أن نتذكر الجدول التالي لأن نظام الهيكسا ديسيميل يبدأ بصفر وينتهي بالف وكل الأعداد التي يحتويها هذا النظام يتم توليدها من فور بيتس فقط فور بيتس الأول يقابله واحد والثاني يقابله تو والثالث يقابله فور والرابع يقابله إيب أما أعداد الديسيميل المقابلة للهيكسا فهي في العمود التالي فإذا الاف يقابله ففتين وففتين هو مجموع الأعداد واحد زائد اثنين زائد فور زائد ايد والعدد اي يقابله تين والتين هو مجموع الأعداد اثنين زائد تمانية فإذا هنا نتعامل مع الفور بيتس وليس ايت بيتس ويجب أن نتذكر هذه الأعداد جيدا الموافقة للفور بيتس لنفرض أنه لدينا العدد التالي 0x d8 3d طبعا 0x هنا فقط هي للإشارة إلى أن هذا العدد بالنظام الستة عشر فقط كيف نحول هذا العدد إلى بايناري؟ نقوم بتقسيم هذا العدد إلى أربع مكونات الدي الات الثري الدي الآن الدي تساوي بحسب العمود السابق 1 1 0 1 والإيت تساوي 1 0 0 0 والثري تساوي 0 0 1 1 والدي تساوي نفس القيمة هنا فإذا أكون بذلك قد حصلت على المطلوب وهو تحويل هذا العدد من الهيكسا ديسيميل إلى البايناري كيف نجري العملية العكسية من بايناري إلى هيكسا ديسيميل؟ نتذكر هذا الجدول مهم جدا جدا نستخدم 4 bits ونتستخدم هذه الأرقام الشهيرة مع 4 bits لنفرض أنه لدينا هذا العدد البايناري ونريد تحويله إلى هيكسا ديسيميل عنده إذن يجب أن نقسمه إلى أربع مجموعات المجموعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الآن بالعودة إلى هذا الجدول كل أربعة بيتس أو كل فور بيتس نكتب ما يعادلها في الهيكسا في عمود الهيكسا ديسيميل الأول يعادله الدي الثاني يعادله الـ A الثالث يعادله الرقم ثري والرابع يعادله الرقم سي فإذن بذلك نجحت في تحويل العدد البايناري هذا إلى الديسيميل ولا تنسى كتابة 0x للدلال على أن هذا العدد بالنظام الهيكسا ديسيميل أو الـ 6 عشري الآن نعود إلى الـ UTF-16 encoding بالنسبة لهذا النظام الذي يستخدم لترميز الأحرف أو البيانات النصية إلى أرقام من نوع بايناري يعتمد في عملية الترميز على طريقتين الطريقة الأولى التي يتم تطبيقها على هذا المجال من الأعداد طبعا الـ U هنا تدل على الـ Unicode والـ Plus تدل على أن هذا العدد موجب فإذن المجال من 000 إلى D7FF ومن E000 إلى FFF يستخدم الطريقة العادية في تحويل العدد إلى النظام البايناري كما درسناه قبل قليل فكل رقم من هذه الأرقام يسمى بـ Code Point وهذا الرقم يتم تحويله إلى 16-bit وهذه 16-bit تسمى بـ Code Unit ويستخدم فقط 16-bit واحدة وتتم عملية تحويل بشكل عادي جدا جدا تحويل أي عدد من النظام الـ 16 إلى النظام الثنائي أو البايناري بدون أي إضافات بدون أي تعديل سوف أدرس مثال عليه بعد قليل أما بالنسبة لهذا المجال 0-1-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 فإنه يستخدم طريقة خاصة لتحويل أي عدد من هذا المجال إلى النظام البايناري علما بأن هذه الأعداد تسمى بالأعداد أو الأحرف التكميلية وهنا يتم استخدام 16-bit زائد 16-bit أي يتم استخدام 2-16-bit وكل 16-bit تسمى بـ Code Unit أو الزوج البديل أو ما يسمى بـ Circuit Pair لنأخذ مثال على الطريقة الأولى وهي تحويل الحرف A الذي له هذا الرمز وهو الـ Unicode أو ما يسمى بـ Code Point إلى النظام البايناري كما يلي بالنسبة للحرف A الكبير له الـ Code Point بالنظام العشري 65 وهذا يقابل تماما بالنظام الـ Hexadecimal 41 طبعا 00 هنا على الشمال ليس لها قيمة كيف نحول هذا العدد إلى بايناري؟ بكل بساطة يجب أن يكون لدينا 16-bit هذه 8 وهذه 8 الآن بالنسبة للـ 65 يمكن كتابتها بالشكل التالي 64 زائد 1 هذه الأرقام الشهيرة التي يجب أن نحفظها فإذن مكان الـ 64 نضع 1 ومكان الـ 1 نضع 1 وبذلك أكون قد حولت هذا العدد إلى أو الـ Character إلى البايناري لا تنسى أننا نسمي هذه القطعة مع هذه القطعة بـ Code Unit 16-bit نسميها بـ Code Unit الآن كيف تم تحويل هذا الـ Code Unit إلى النظام الـ 26 يتم تحويله باستخدام الأرقام الأربعة الشهيرة هذه حيث أنه مكان الـ 1 هنا نضع 1 وهنا مكان الأربعة نضع 1 فهذا بالنظام الـ 26 ونكتب 0-0-4-1 وهذا تماما ما كتبناه هنا بالإضافة إلى 0x الآن لندرس مثال آخر وهو Smiling Face with Open Mouth إن الكود بوينت لهذا الوجه المبتسم مع الفم المفتوح يعادل حسب اليوني كود 1F603 وهذا من المجال الثاني الذي نوهت عليه قبل قليل بكل بساطة هذا هو الكاركتر هذه هي الـ Decimal Code Point له وهذه هي الـ Hexa Decimal Code Point له الآن من أجل تحويل هذا الكاركتر إلى النظام البايناري نقوم بما يلي نطرح من هذا الرقم العدد 10 ألف فنحصل على طبعا عملية التطرح بالنظام الـ 6-20 وليس بالنظام العادي العشري فنحصل على F603 الآن نأخذ هذا الناتج ونحوله إلى النظام الثنائي فنحصل على الناتج التالي الرقم 3 يعادل 1-100 والرقم 0 هنا يعادل 4-0 والرقم 6 يعادل 0-110 والرقم F يعادل 1-1-1-1 ونضع هنا على اليسار 0-0-0-0 من أجل أن يكون المجموعة 20 بيت يجب أن يكون المجموعة 20 بيت الآن نقوم بالعملية التالية نفصل أول 10 بيت عن ثاني 10 بيت كما يلي ونضيف إلى العشرة بيت الأولى على الشمال 1-1-0-1-1-0 ونضيف للعشرة بيت الثانية على اليمين 1-1-0-1-1-1 إجباري يجب أن نضيف هذا العدد على الشمال وهذا العدد على اليمين نحول هذا العدد الآن إلى النظام الستة عشر فنحصل على ما يلي 2-8-3-D و-2-E-0-3 نلاحظ أن هنا نستخدم 2-code units وليس فقط code unit واحدة فإذن هذا الوجه البشوش مع الفم المفتوح يستخدم 2-code units أي code unit للطرف اليم الشمالي والطرف اليميني code unit مختلفة قوس Logan ترجمة نانسي قنقر وليس فقط اشتركوا في القناة